اللي قيم في الملاعب الأوروبية هو سباستيان دي صابر علشان نتكلم معانا على كومنديال روسيا 2018 مسر سباستيان Yeah How are you? Yeah, it's fine, thank you It's our pleasure, of course, to having you on the television Yeah, okay Thank you so much Of course, I want to know your opinion about the game between France and Croatia We all know that Croatia have a physical overload problems They played a lot of matches or they play a lot of minutes more than France The day, the difference between the days, between the rest in France and Croatia was less Do you think the physical overload was a problem for the Croatian players today in the final game? Yeah, sure, maybe a lot, but also a lot Because a final is not easy to play a final It's not a very good game for France But the most important result is the level of this competition And I think the score of four goals in the final is not easy And the most important is the result And the result is that France is the champion And I think it's the most important But it's true, I think France as a team played a better game in the quarter, in the semi-final But today, also, it's a different game Totally with the pressure It's not easy I will translate to the audience And I'll be back to you طبعاً سألتوا في البداية طبعاً مستر سباستيان دي سابير كان مدير الفني السابق للإسماعيلي وهو واحد من المدربين المحترمين في عالم كروت القدم سألتوا على رأيه في منتخب فرنسا ومباراة كرواتيا وهل الحمل البدني كان عائق للمنتخب الكرواتي طبعاً منتخب كرواتيا كان متأثر لكن طبعاً منتخب فرنسا كان أفضل دي شامب عارف يقود المباراة وبشكل عارف وطلعها بنتيجة إيجابة سبستيان، ما هي مختلفة بين دي شامب في يورو 2016 وما فإن حسناً م LET THE PORTEGAL 1-0 ودي شامب 2018 وما قضى من الشعب 4-2 لا، أعتقد أنه الآن مرتفعاً مباراً مرتفعاً أعتقد أنه يحاولون جيداً، جيداً ومعالجة ومعالجة لأنه يتحقق جيداً ودينا لدينا بعض المساعدات لدينا بعض المساعدات كثيراً مثل البابت أو الغزبان وأعتقد أنه يكون حماياً للجميع هذا العام كان جيدا. بالنسبة لأن هذا العام يكون جيدا للمدارة ومن الممكن أن يكون معاً للمشاهدة لأنني أعتقد أن هذا العام كان جيدا في العام في العام ولكنه مثل هذا. لا يمكن أن يكون في العام. السباستيان 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 هلون MILbuatين الإيgyptian decليمتoten الأشチرائي بالجuv steal أوز إلى الأشجري؟ هل ستברים أيضًا؟ أجتبون معي الجعلي العام ما حدث؟ ما؟ ومع المتحدة والمتحدة والمتحدة والفدرات هذا هو مفهول لكي تفضل ويعتقد أنه جيدة لكي تفضل ولكن حسكر مثلما قلت وليس 100% مفهول لكي تفضل طبعا سألت على رأيه في أداء منتخب مصر ألا هو شاهد المباريات ألا قال لي طبعا تبعت منتخب مصر لكن عدم وجود محمد صلاح وهو قوة ضربة لمنتخب مصر كان صعب جدا في بلاد المباري كده قطعت كلام وقلت له هل كمان عدم وجود خبرة في العب منتخب مصر ممكن تسبب مشكلة قال لي طبعا وكمان هو شايف إنهما ممكن المنديال ده يكون خطوة للمنديال عشرين اتنين وعشرين سباستين إذا كنتك تفضل من الجميع العمليات في المنديال هل ستفضل كم سباستين لا إنه مهار مهار لأنني أتفضل لأنني أحتاج لأنني أتفضل لأنني أتفضل أتفضل أعتقد أن أتفضل لأنني أتفضل لأنني أتفضل لأنني أتفضل لأنني لا أتفضل مع المنديال لكن أنا أمي أتفضل هل أريد أن أتفضل أريد أن أتفضل أريد أن أتفضل ترجمة نانسي قنقر 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 تريد لو جالي فرصة أكيد أكون موجود وده كان كلامنا مع ميستور ساباسيان دي سابير واحد من نجوم التدريب اللي جوم مصر في فترة قاسية لكنهم أثبتوا جدرتهم في مصر طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم احنا بنحاول نجيب لحضراتكم كل حاجة جديدة بنجيب لحضراتكم كل حاجة مختلفة بنجيب حاجة ننفرد ونتميز بيها عن غيرها يعني مجهود رائع جدا من أحمد شهاب ومن عمر البنوبي في توفير كم المكالمات مع النجوم العالمية اللي بنجيبها لحضراتكم الحمد لله وشكر لله دايما قناة الأهلي بنحاول أن احنا نكون مميزين زي ما نادي الأهلي مميز قناة الأهلي ان شاء الله دايما تكون مميزة في كل حاجة في كل الأخبار في كل اللعبات في كل مناسبات دايما الأهلي ان شاء الله قناة الأهلي تكون الرياضة لها في مجال أرياض أكمل مع حضراتكم باقي الأخبار اللي كنا بنتناولها مع حضراتكم قبل المدخلة المميزة مع مصر سابسيان ديسابير وطبعا أنا كنت قلت خبر رينارد يحسن مصر